مساء الخير مساء الحب مساء السلام مساء الجمال شيخ باركم شكرا للعائكات بالقلوب والكلام الجوي. Thank you نجمة. أبشي بخضر بكرفون. ما زلنا في شهر التنظيف. نتكلم عن التنظيفات. إذا ما حطيت النية حط النية. إذا ما حطيت خلفية الجوال. حط خلفية الجوال. صح؟ توقع الكانيرا؟ حاس في حاجز بين وينكم. حسيت. لاحظة. لاحظة. كيف؟ راح الحاجز؟ طيب؟ عندنا شهر التنظيف. حط النية. والله يخليك لأنه لسه برضو بدارنا الشهر الجايل. مشترع تنظيف الصدمات. وعندنا خلفية الجوال. وعندنا الفيلم. يما شاف الفيلم يشوف الفيلم. وبرضو عندنا كانت تسعة مواد لهذا الشهر. كلها مواد تنظيف. اللي هي تنظيف الاختيارات. تنظيف دائرة المشاعر. وأسار التنظيف. تنظيف الجسد الفكري. تنظيف الكارما. والتنفس والسول ديباكس وعند تفو ديوان. ثمانية. ليش تتسعة؟ أنصح حوار المشاعر. بس ما دفهم اختفونها. لاني بعد اعتبرها يعني مادة التنظيف. يعني مرض ساعدة التنظيف. طيب؟ شكرا لبس هندي. أخباركم. اليوم وضعنا طبقات التنظيف. مستعدين. زوجي خائن. لا ندري ليش يعني احنا. تم مصرين اننا. نجيب. نسحتها. نسحتها يا ماما. نسحتها بالمنديل. اذا اكثر من كذا يعني. خب تطيحون. ايش نصيحتك بكرا اول يوم في الجامعة. او. حنا بداية سنة. صدقيني كنت احسب ان احنا. في النهاية او شي. نصيحتي انه. صدقيني لما تعد الجامعة. كذا تكتشفين انه يعني. ما كان الموضوع يستحق كل هالأرق والتوتر. يعني. اعجبتك اعجبتك ما عجبتك ما عجبتك ما عجبتك. لا تخضي الموضوع ذكي جد. نبغى نابا. اه. اه. في عندي شي ثاني. نتوقع انه نبدأ فيه السنة القادمة. يعني يمكن يمكن ما عادرين بس انو انا محتاجة ناس يكونون نطفو ضروري عشان اقدر يعني انتقل لمستوى بعده محتاجة ناس يعني يكونون نطفو فبليز ودي كلكم تشغلون تنظيف هذا الشهرين كيمة حبيبتي love you too قلبي انتي طيب طيب نبغى نتكلم شوي عن طبقات التنظيف وبعدين ناخذ اسئلة مرات خلنا نبدأ بمثال قول مثلا دخلت غرفة اوتيل او رحت المكان انت استأجبت لك ثلاث شبكة او غرفة تسكن فيها لفترة محدودة يعني اسبوع خمسة ايام طيب هذه الغرفة اللي انت سكنت فيها يوم انك جيت اكشفت ان الغرفة النظافة وسط يعني الطاولة كأنه في اثار قهوة مكبوبة ما ممسحت النوافذ فيها غبار ما تمسحت في زوايا كذا معينة تحس يعني حسيت انه يعني الغرفة فيها فيها شيء كذا يعني فراغ مخيف فراغ مخيف يعني فعشفت اي شيء يدل على انه في شيء خوف فراغ مخيف وحاولت انك يعني تكون ايجابي وتفكر طريقة ايجابي بس حسيت انه ما في مجال للفرح والسعادة في هذه الغرفة وبعدين حسيت انه وهذا كله في الثانية الاولى انت دخلت فيها شفت الغرفة حسيت انه كأنهم اخذوا فلوس اكثر مما يمضغي كأنهم هما لانتعرف مرات تكون في بضاعة ولها ثمن فهذا الثمن مقابق البضاعة والأعلى والأقل فتحس كأنها خدعة كأنه او واو انا دفعت اكثر مما حصلت عليه فمثل هذه الغرفة يمكن انت خلاص تقرر انك انت تنام فيها الليلة وكذا تمشي الأمور لكن في الحقيقة هذه الغرفة فيها طبقات من الاشياء اللي تحتاجها تصحيح وتنظيف وتعديل واحدة من اهم الطبقات اللي نقدر نشوفها في عيوننا اللي هي الطبقة المهدية فممكن شخص يقول لا بس الطاولة ما كانت نظيفة مرة فايجي شخص معا يقول ياخي لا دقيق لا تصير يعنا علا خلاص تتهاوش معاهم عشان الطاولة يقول لا بس تحس كل المكان تحس انه يعني الطاولة هي دليل بس يعني تحس في اشياء اعمق من كذا انه المكان ما هو نظيف ما هو المكان اللي احنا تصورنا ما هو المكان اللي في الصورة قلت لا يا أخي طاولتكم ما هنا ضيبة بينما لوحنا عندنا يعني معلومات أكثر عن هذه الغرفة ممكن أقولك أنه هذه الغرفة سبق أنه مات فيها شخص أنه هذه الغرفة فيها أو هذا الفندق كامل مثلا أو هذه العمارة كاملة أو هذه البنية كاملة فيه معتقد تشكل من خلال الناس على مدى سنوات أنهم هم لا يستحقون الأموال اللي يحصلون عليها طيب فضلا عن نقطة القهوة اللي في الطاولة والأشياء البسيطة اللي انشافت من بره فبالتالي أنت مو قادر أنك تفرح فناس كثير جوا حاولوا أنهم يفرقون حاولوا ينبسطون بس ما أحد منبسط كان يقول خلنا نطلع من هذه الغرفة الكئيبة ونبسط بره فما في أحد جاء ونبسط فبالتالي إحنا عندنا طبقات في هذه الغرفة تحتاج إلى تنظيف وممكن أنك تقول هذولا ما عندهم لو يجبون لهم يعني طاقم تنظيف ممتاز ينظفون لهم ينظفون لهم والله يطلع الفندق لا مو الموضوع بس كلا مو الموضوع بس كلا فهم يحتاجون أنهم ينظفون الفندق كما هو ظاهر بالنسبة لنا طاولة القهوة والزوايا والأشياء المهمة وبعدين هم لازم يحلون موضوع أنه فيه شخص مات في هذه الغرفة وبعدين هم لازم يوجدون فرح في هذه الغرفة لازم يوجدون شعور جيد بهذه الغرفة وبعدين هم لازم يصححون القصة المعتقد اللي مر الفكرة اللي مرت اللي تقول أنه الناس يشعرون بخيبة فبالتالي عندنا طبقات من القصة حتى لو حاول صاحب الفندق أن ينظف فقط تنظيف مادي الوضع كما هو وهذا برضو نحن في الداخل نفس الشيء نفس الشيء أنه هنا عندنا أحداث مرينا فيها عندنا قصص مرينا فيها هذه القصص ألقت بظلالها على كل الحوية يعني ما يمكن أنه أنت تكون مريت على قصة موجعة في الطفولة خصوصا في الطفولة إلا أن هذه القصة تكون ألقت بظلالها على كل قصة فبالتالي في المادة في أثر قد يكون مادة مرض قد يكون العضلات الظاهرة قد يكون مرات تنفسك مرات طريقة كلامك مرات تصل إلى الأموال ومستوى المال اللي أنت فيها أو مستوى الفقر اللي أنت فيها أو مستوى إدارتك للمال وتصل بعدها إلى الحالة الفكرية أنه أنت تلقى عندك عقد ومعتقدات واصلة من هذه القصة فتحتاج أنها أنك تنظفها أنك تشيلها أنك تتحرر منها بعدها عندك شيء مشاعري أنظرها تلخبط عندك خوف عندك غضب عندك غيرة عندك توتر بعدها عندك الجانب الطاقي اللي هو المطبخ اللي وراء المطبخ اللي وراء اللي ما درين عنها الطاقة اللي تلخبطت من وراء ما درين عنها اللي رتبت كل أحداث الحياة بناء على القصة المؤلمة هذه كركبت كل الدنيا تحولت الطاقة من شيء لشيء بناء على القصة الموجودة عندنا فهذا اللي يصير لما إحنا نمر بموقف صعب أو موقف مزعج من الطفولة لأننا نحتاج أن ننظف كل هذه الطاقات طيب خلوني أخذ أسئلتكم يا جماعة ففتح الصندوق هايفا حبيب جي تقول ألف مبروك فتر رجعتي قل بيانتي زمان مزعج من وينك وينك إيمان حبيبتي اسمها إيمان طيب تقول كيف أعرف أني قاعدة أنظف قصة بحب قبل اختبارها وبين أني دخلت التنظيف لا يتناسب مع مستوايب الوعي أو مرحلتي يعني كأنك يا إيمان تشيرين إلى فكرة أنه أنا قاعدة أتألم في التنظيف فأخاف أنه أنا يعني سويت شيء مو مرحلتي أو استخدمت أداة مو مرحلتي من وفروب نيازة أوي كده أبغى أقول لك أنه التنظيف مؤلم لأنه القصة أصلا مؤلمة فأنتي تحضرينها مرة ثانية عبقاولة ثم تعبورينها بدخلها فالعبور مؤلم ولا ليش كثير في ناس يعرضون التنظيف لأنه مؤلم ليش في كثير ناس يعرضون التنظيف لأنه مؤلم لأنهم ما يبغون يمرون بالألم بس هم مستعدين يعيشون بالألم بس هم مستعدين يمرون من خلال الألم فأنتي عندك الخيار تقدرين تعيشين عشرين سنة ثلاثين سنة بالألم أو تختارين أنه أنا أعبر من خلال هذا الألم فترة بسيطة مركزة وأخلص منها على ذكرة حتى التنويم كان في ألم عشان اللي يتخيرون أنه أوه واو ضغطت زر يا سلام شيء مريح لا التنويم كان الآلم يوجع 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 يعني آلم فضيل كان مؤلم جدا جدا يعني من الواحد إلى عشرة بقول عشرة كان مؤلم لأنها تركزت في يمكن أعتقد أنها ثواني طعت بس كانت توجع توجع طيب من وين أبلش تنظيف عندي مشاكل طفولة كثيرة مشاكل في وقت الحاضر كيف أبدأ أقترح عليك سالي حبيبتي شرفتني أقترح عليك تبدأ من الوعي الطفولي بما أنه إحنا عارفين أنه عندنا أشياء في الطفولة وبرضه تخريم معاها شيء لللاوعي لأنه أبغى أشيل أكبر كمية ممكنة من هالأحداث وأكبر كمية من الطبقات لأني مرح أعرف كل الطبقات اللي موجودة فممكن تخليشيك في اللاوعي عندك المسيقات التحولية وبتنفس السوء الديتوكس يساعد من مشاعر السلبية للمال بسمح حبيبتي شوفي وش رايك نتفق أنك تعطيني بس هات الشهور نخلي موضوع يعني أكيد أنك فكرت كثير على المال وشغلت كثير على المال وش رايك بس نتفق أن نحط موضوع المال على الجنب إلى يناير ش رايك وتركزين هذا الوقت على نفسك أنا أبغاك ثمينة المال موضوع يأتي تبعا موضوع يأتي تاليا فالآن أنت عندك دور ما أبغى أفوت الخريف وانت مشغولة بالمال وترين أنه المال هو أقيم منك وأقيم من القصة وأقيم من أشياء كثيرة لا أنا أبغاك أنت أبغى ألمعك في هذه الفترة بهذه المرحلة عطينا شوي من وقتك طيب وبعدين ندخل على المال السؤال هل من الممكن أنه لما تسوين تنظيفاتها السؤال الديتوكس الوعي تقول أنه يتغير موضوع المال ممكن جدا لأنه القصة المال والألم فيها في النهاية هي مرتبطة بكل هالأشياء أو الزبائل اللي إحنا شايرينها جواهاتنا ومقللة من قيمتنا ومقللة من قدرنا ومحنا قادرين نجذب الأموال محنا قادرين نكون المال محنا قادرين نكون المال لأنه فيز باله كثير فإحنا نبغى نسوي هذا التبديل هذا فتنظيف خطوة مهمة لموضوع المال فعطي نفسك فرصة بس كذا الشارعين في الخريف أنك أنت تنظفين بغض النظر عن موضوع المال لكن نعم يتوقع أن المال يتأثق إيمان حبيب تقول هلنا الجيد يعادة الكرسيات ولا مرح يكون مفيد مثل أول مرة قلت لكم أمس في أحد أسر التنظيف أنه الأداة أول مرة غير الأداة بتعني مرة ألا غير مية مرة بس ممكن عادي تستفيدين ممكن لكن العقل اللواعي مع استخدام الأداة يبدأ يتعرف على القصة يبدأ يقول قديمة تضحكين عن إبناني قديمة لذلك أبغى أقول عندك خيار أو عندك خيار أنك تشوفين أداة جديدة مثلا خلاص أنت خلصتي مثلا وعد تقول لسول ديتوكس ممكن تتخين على أسئلة ممكن تتخين على حوار المشاعر أو على تنظيف دائرة الشعور تنظيف دائرة الشعور مرة ممتعة خفيفة خفيفة ولطيبة أنجلة حبيبتي تقول مع النية جتني خيبة من الجميع وش يعني؟ يصير إحنا لما نحط النية ما ندري وش اللي يطلع على السطح ما ندري وش القصة اللي إحنا المفروض أو نحتاج أن نواجهها فأنتي القصة اللي إنتي محتاجة تواجهينها أنه خيبة الأمل أو خيبة الظن من الجميع أنه إنتي محتاجة تعيدين ترتيب موضوع العلاقات كاملا في حياتك محتاجة تحطين الناس في أماكنهم الصحيحة، في مساحاتهم ومسافاتهم المناسبة، في ناس محتاجة تطلعينهم، في ناس محتاجة تدخلينهم، محتاجة يعني تغيرين في التشكيلة كاملة، هذا يعني شيء مهم في هالمرحلة بما أنه هو اللي ظهر على السطح كلمت عن خيبة الظن، حضرتوها ولا ما حضرتوها؟ ربي كانت أي شهر ضمنها شهر العلاقات طيب تقول فيه الشخص أعاد الصور ديتوكس كنت نتيجة أقوى فأتقوى ما أستغرب ما أستغرب ترى مرات بعد الشخص اللي يكون أول مرة مرات أصلا هو مو عارف ونية وسط ومو متأكد من الموضوع بس لما يعيد مرة ثانية لا يستغل خلاص، يا أنا يستغل فهادي، يشتغل الموضوع غير ظهر لي موضوع العقبزي زين، خلاص، اشتغلي على مدام هو اللي ظهر على السطح خلينا ننظف العار ونتحرر موسيقى الضغط تقول العار كرهني حياتي شوفي انت كلما وصلت مرحلة انك انت زعلان على هذا الشعور كلما صار احسن لانك خلاص مستعد انك انت استخدمين ادوات جاربين ادوات روان حبيب تقول هل انهيار الانسان وتولي الروح القيالة ينفي التنظيف حبيبتي انتي روان يا روان الجسد الفكري سقط تتولى القصة الروح وينتهي التنظيف ايمن حبيبتي تقول محلل خراءة فلكية قاللي كلام عن خريطة موزين شون انهيضب شوفي ترى اي شخص طبعا وهذا الكلام ما هو على سبيل النصيحة بس على سبيل اشرح لك الموضوع من منطقة ما قد ما يكون شخص شابعة او قد تكون تعرفها انت برضه انه اي شخص يقدر يكون متنبع يعني هي السال فامسك المكفون وقلب واحدة من الاشياء راح تضرب راح تضبط عرفت كيف يعني اي إسمك إيمان يعني لو اقول مثلا إيمان انتي بتتزوجين هالحيث ان تتفسرون الأحلام اول سوق يقول لكم تزوجة حامل هذي اكثر الاحتمالات اللي موجودة عند المرأة ما تزوجتي بتتزوجين وانت تزوجين لانواصل انت كنت تزوجين انت حق نية زمان بقرر الحلم ولا دخل الحلم انت كنت تتزوجين بالحلم بدون الحلم عرفت كيف انت كنت رايحة الزواج رايحة الزواج يعني هي نقطة انت حددتيها وكنت ناوي النية وجاء الوقت بس يعني بس الحلم جاء كده في الطريق يعني فقالك اوه بتتزوجين فأنت قلت اوه واو والله ياهو والله جابها بالضبط جابها بالضبط 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 فاتتصورين انه اوه واو يا الله نفس الشي في موضوع القراءة هي الموضوع احتمالات موضوع احتمالات انت عندك الخيار يعني تطلقين في احتمالة احتمال للطلاق قالك تطلقين في احتمال للطلاق طيب هذا احتمال اصلا يعني بدون ما اتروحين للفلكي انا اقولك في احتمال الطلاق محتاج الفلكي يقولك انا اقولك في احتمال الطلاق في احتمال الزواج في احتمال الطلاق مرة ومرتين وثلاثة وعشرة في احتمال للزواج ومرتين في احتمال جبين وولد في احتمال جبين بنت في احتمال جبين بنت وولد في احتمال جبين ثوام في احتمال انوا متجدين ولا شي! في احتمال صرية", في احتمال من مليونيرة وفي احتمال انه تكون فقيرة في احتمال ان تشاهتين في الشارع كلام يذعل? كلام ما يزعل! بس هو لانه طبعا انتتعارفين العلوم والفلك علم من العلوم كل علوم عندهم هم بوكسهم فهم يتحدثون اتركوهم عن البكس... العرفتي؟ يعيزمهم ليualما تروحين مثلا طبيب ويقول لك مثلا من المنطق اللي هو موجود فيه يعني لما اروح للطبيب وقول لي يا أيها الطبيب الكريم جسمي كلها كهب كلها كني يعني مشبوكة فيش كهب ويقول لك ما فيش يا ابن الحلال قال الله يا روحي ونامي قريرة العين ما فيك شي يجر شي يكن على المخ شي يكن على العصاب شي يكن على الأطراب مرة طيبة ما في 기억 chance هذا هو الصندوق اللي هو فهو جاوبك بناء على الصندوق وانا اللي راحت له صح ولا لا انا اللي راحت لبناء على هذا الصندوق ماغلك لا تروحين لهذا ولا تروحين للصندوق هذا مارنة نحتاجها الصناديق بس ودي لو انروح لصندوق اللي ريحنا الصندوق الجيد بمعنى أنه لما أنت تقررين وتروحين الواحد يعني يعني يحكي لك عن الاحتمالات روح الواحد يعني وسيع صدر واحد يعني يرى الجانب المشرق من الحياة واحد يعني يعني ما يرفع العيار واللي أنا عارفة يعني يعني فيه احتمال أنه يصير فيه نووي السنة الجاية والكرة الأرضية تتدمر كامل وكلنا نروح فيه ست داقة هل احتمال محتمى وجود احتمال فيه احتمال أنه سنة جاية نكون نحن في أحسن حال فأطير حال موجود هذا احتمال فأنت وين تطل وش الكرتون اللي أنت قاعد تاخذ من القصص هاي فيا ايمان مهم أنك أنت تراجعين للقصة في الجسد الفكري لأنها عبارة عن بناء أنت شنون رتبتي فهمك للأمور وشلون هذا الشخص إلى أي درجة هو موجود في طاقتك حيث أنه يسمح له بأنه مدير القصة كلما كان الشخص حاضر في الطاقة أكثر كلما كان عنده مساحة أنه هو يتحكم في هذه الطاقة فالموضوع بيدك الموضوع بيدك يا ايمان يا حبيبتي أنت 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 المخرج أنت الكاتل والمخرج والمنتج والممثل وقاعدة مع الجمهور صفقين يأتي واحد حاط عينة في كرتونة أنت أفضل على المسرح طبعا طبعا والمصور والقناة لا يمكن أن يكون المصور والقناة طيب مرض ردهان يعني سبوت الجسد الفكري لا يا مرض ردهان مرض ردهان سبوت رجال الفكري سبوت رجال الفكري انتي 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 طالة في الكرتون طالة اللي حكى الموضوع اللي قال لك القصة هذي هو حاط راسه في الكرتون بس هو ما يعرف الشيان يسبوت الجسد الفكري عارفة؟ يعني اللي شرح لك هو يفهم في مرض ردهان بس هو ما يفهم في سبوت الجسد الفكري فلا يتخذف لا يتكلم نازم يكون عارفهم كلهم عشان يخذوا لما يسقط جسد الفكري اللي يجي عاد يتفزب علينا ويقول لنا وش القصة صح ولا لا طائم لك اول مرة احضر لك لايك حبيبتي انتي شرفتيني اوه لولو حبيبتي تقول بعد اعادة الوعي الطفولي تشرفت اني كنت عايشها بلا مشاعر بذاتي بسبب غسيل الدماغ والان اعيش حزن that's good ترى ترى الحزن هو توديع لانه في اشتياق وفي القصص فالحزن ترى ماهو سيء هو يتأخر في الظهور لكنه يظهر في لحظات الوداع لما تودع عنده وفي ناس كثير يجوزون في الحزن سنوات طويلة لانهم لا يقبلون انه الهوية تروح او انه الشعور يقوش او انه القصة تروح تكون مثلا انت عندك قصة اقتصاب للطفولة او قصة تحرش كنت غاضب بعدين خايف بعدين تشعر بالعار كله تشك 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 نظفت 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 بعدين قعدت تصيح على ذلك الطفل يا الله يصيح بعدين قعدت في الحزن كذا ضلت الدنيا وسكرت اللمات وقعدت في الحزن بعض الناس يختاروا الحزن لانه يا جماع الحزن شوفوا شوفوا يعني الحزن عميق يعطي معنى للحياة احنا نحب وجد المعنى يعطي معنى للحياة ما فيه التوتر المزعج حق الغضب والخوف والفشايل حق العار شعورة غير احساسة غير فيه هدوء فيه شوية يعني رواقان غير احساسة للبشر فلما يكونون تجاوز وكل هاي القصص هالي يقول خلنا نجيب كرسي مريح ونقعد في الحزن وليه كثير ناس يقعدون في الحزن فلا باقول لك يعني ترى جيد انه انت وصلت للحزن بعد ما اكتشفت انه انت انغسل دماغك وبعض قصص مؤذية وبعض ما جمدت قلبك يعني جسدك المشاعي كان متجمد لفترة الان انت في الحزن مرة متاسة فبا اقول لك صيحي طفل لمبة شوية بيسأو لي لجبين كرسي مريح لجبين كنبة وتقعدين في الصواة خلص يعني صيحي شوية نقف الحزن نقف الحزن ومشي وعبوري عادي اخذ تنظفي الموعيات يعني زي ايش مثلا الوعي يطففوا لي وصول ديتوكس في نفس الوقت لا مش بعد مثلا نقول دائرة المشاعر والوعي الطفولي هم والله يمشون مع بعض يمشون دائرة تنظيف دائرة المشاعر والوعي الطفولي يمشون مع بعض والله يمكن تفضل ان كنت تقريب منه يعني واحد واحد لانه مرات تبغيت لامسين المشكلة كده بالفردة هالحال لا هين لا وعي يمشي يعني لو نقول الوعي الطفولي ومعها الموسيقى تحولي والتنقص اقول مو متأس السول ديتوكس ومعها الموسيقى تحولي والتنقص مره متأس مو مره متأس تبغى تخلص اللي لو انت مزوي شفت يعني مره متأس 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 بس أنا لا أقول جرم جرم وتقدرا تبدأ بأشياء الأشياء اللطيفة تنظيف حوار المشاعر إذا كنت خائف تبدأ تنظيف حوار المشاعر شيء يعني كثير ع реш يعني ما راح يكون في هالكميه ما أقولك أنه مره رائع وجميل لا التنظيف تنظيف بس اعتبره خفيف مقارنة بالشيئ الثاني تاخذ حوار تنظيف حوار تنظيف دائرة المشاعر مع الموسيقى التحولي او مع التنفس راح تشوف شيء حوار مشاعر ان شاء الله بقولي الفريق تفتحونها لان احس نحتاجها احنا في شهر التنظيف فيناء القطب ايش افضل شيء يروحن للطبيب يروحن للطبيب ما هو فيناء القطب من وين نصل للطبيب يروحن للطبيب انت جايبت لي تصنيف جوه صندوق هذا تغيرين يجاوه عليك يا جماعة شو اعت يعني شو اعت تنظيم هل احلام طريقة طبعان دون ادنى شك موسيقى التحولية مو موجودة الوحدة نعم سوري سامحوني مو صح انها تكون الوحدة مو صح مو صح انا كذا افهم انها مو صح مو مناسب لازم معها تنظيف وعيد لازم وعيد جا دربه اول تنظيف الشخصة أول تنظيف الشخص الضايع شخص ضايع ضايع يجيني واحد في الخلاط مرة مرة في الخلاط ولا أريد أن أبدأ فيه تقيل والله لا أشعر أن أريد أن أريد أن أريد أن أريد أن أريد أن أقول أريد أن أخذ تنظيف دائرة المشاعر وتنظيف حتى التنفس يعني في جهد أو أعارض المسيقى تضعها وتسعر التنفس لأفضل بها لذلك عندما كانت سهلة لكن لذلك تشعر من كل تنظيف يمكنك أيضا أخذت التنفس ووهلا التنفس وقطة أحلامي ليلة مونة هار الله إيمان برافو برافو والله أنك بطلة يعني قاعدين نشتغل على طبقات طبقات يعني الأثير قاعد يشتغل ويعدل ويبدل مرة رحيبة يا إيمان رحيبة أحب مثل هذه الأخبار كيف نتصل لونوث المقدسة يا ماما يا ماما أنت ونوثة مقدسة يا ماما نظفي 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 الزبايل صدقيني لن تسألين هذا السؤال مرة أخرى وبطلة بطلة 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 تشوفين بطلة تشوفين قصص قنوثة ذي رحي ركزي ركزي عنفسك أنت ونثة يعني أنت معاك الدفتر والقلم والورقة ومعاك كل القصة ومعاك كل الأشرطة صحة ولا لا بس نظفي أيول لحظة 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 سؤال أنت بتاعت التاروت؟ أحمدهم راح السؤال لحقية التاروت يا جماعة مع ليش بس تعدين للسؤال مدري وينها؟ اه قال لها رحية اني حبيبتي انتي تقول كل ما نعرف على الشاب يطلع موج انتي معي سألت بتاعت التاروت قالت هاي كارما ورح اضل وحيدة صحيح وفقا للكرتون اللي هي موجود بس انتي مو مضطرة انك انتي تطلين معاها في نفس الكرتون مو مضطرة تعيشين فضلا انك تطلين انك تعيشين معاها في نفس الكرتون لا تزهين حبيبتي انت حبيبتي انتي انتي الكاتب وانتي المخرج وانتي المنتج وانتي الممثل على المسرح انتي اعظم ممثل على المسرح وانتي قاعدة وتصفقين لنفسك اشتخل بتاعت التاروت في الموضوع اشتخلها تمثل في القصة معاك يا ماما وش قال محمد انت القناة وانتي المسور حبيبتي حبيبتي ت اشتركوا في القناة حبيبتي شكرا للمشاهدة 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 كنت ثلثارة وصرت أمين للصمت حبيبتي تقولك نضبت الكبرياء رائع شكرا حبيبتي أنت قلبي ما روى هل في علاقة بين الخوف والعار؟ الخوف هو مصدر لكل مشاعر التجربة واللي هي الجانب السلبي لأن الجانب الإيجابي هو أكثر تطوراً فالخوف هو الجذر هو الرئيس فبالتالي تلقين أنه هذا الشعور اللي انت فيه غالباً هو جذر الخوف غالباً ولما ننظف ننظف ونصفر ونصفر ومراً لكم في أحسن حالاتنا يبقى لنا شوية خوف في التجربة هذه نهاية الحلقات أقولك إش نهاية الحلقات؟ ويبقى لك شوية خوف لأنه هذا من ضروريات لا يشفت تجربة حسنوات اشتركوا في القناة نهاية الحلقات ومراكت الله اشتركوا في القناة قبل التنظيم كنت احب الجلوس في الطبيعة بعد التنظيم صارت احب الجلوس مع الناس تغيرت المصادر تغيرت المصادر يمكن انك صرت اقوى انك توجهين الطاقة الطاقتها بيور فكانت اسلم لك مثلا في مرحل نوراحل لكن الان انتي عندك قد يكون عندك ركوة او اغل اكثر انك توجهين الاشخاص اللي هم مخلطين يعني بزبايلهم بنورهم بظلامهم كذا فصار عندك القدرة انتي تلتقطين ما يناسك تتركين ما لا يناسك يقولك هل ممكن شخص كبير في السن غارق في الديون طايع ممكن ان ينضب وتغير شوف اذا كنت انت هذا الشخص اللي تسأل السؤال اذا اقولك نعم ومئة بالمئة انت تتغير نعم تقدير تسوي شفت كبير في حياتك العمر يعني حالة الوعي مش مرتبطة بالعمر ممكن شخص يعني في عمر جدا مبكر من حين عمر 9 سنوات يقول كلام يعني ما يفهمون من اللي في العشرين وثلاثين فتاور ممكن شخص في عمر السبعين يستيقظ فما لا دخل الموضوع ما لا دخل قصة الروح واختيارك انت في اللحظة اللي انت تعيشها اذا كان شخص ثاني انت قاعد تقول ها والله ودي اساعد ابوي صراحة يسا كذا يعني مقرب على النداء الثاث ودي اساعد فلان ودي اساعد ابو الجيار اذا اقولك مرسة مرسة لان الموضوع كله يعتبد على النية داخلية تقعد تقنع الناس تقنعهم في ايش تقنعهم في ايش كله خرابية كله كلام فاضي كله كلام موهون كله كلام غير علمي كاله بالنسبة للناس اللي هما يمشون عند اللي هما يعرفون هذا هي القصة اللي هم يعرفون تجي تقول لا مو انتا نضف نضف ايش يا بابا انجلدنا ولا ضرنا انجلدنا ولا ضرنا صعب طيع وقتك هو يعني تربك حياتك صعب اقبلهم كما هم قبول قبول نحن بالروح للحلقة الأخيرة يوم وجزء منك مش اللي في داخلك يمثل هذا الشي اقبل هذا الشي اقبل القصة تجاربنا بالتنظيف والله نبشينا بتول تقول خل ننسوي آخر شهر تجاربنا في التنظيف أو نخليها نهاية الشهر الجاي يبشينا الله ابني مريض وفاقد للعقل هل يحتاج يتنظيف لا لا يحتاج رس حب واستلمي مننا الحب بس هاري القصة ليش المادة تتساعد على بك التعلق فيها عندي مادتين على موضوع في واحدة مرتبطة بالأشخاص و واحدة مرتبطة بالأهداع اعتقد اللي مرتبطة بالأشخاص اسمها التعلق واللي مرتبطة بالأشخاص اسمها التخلي و لا يمكن 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 ترحينا التنظيف العلاقة مع ربي شوفي وسبق قلت لكم هذا المثل انه احنا عندنا حديقة مليانة اشياء غير صالحة فانت تبغين تزرعين زرعة صالحة لكي يكون عندك اتصال رب العالمين فالارض مو صالحة فاننا نبغى نخلي الارض صالحة فكل التنظيفات تساعد من كنت تنظفين من كنت تكونين على الفطرة احنا نبغى الفطرة نبغى الفطرة كل ما صرت على الفطرة اكثر كل ما عرفت تتصلي فهذه الفكرة فما غب اقول لك الله الله وهذه المادة توصل لك رب العالم لا هذا مو شغلي انا اقول لك انا بنظف لك الحديقة انا بخلي الحديقة نظيمة تبغين تتصليم رب العالمين تبغين تسوي داونلود المليون تبغين تجمين الطيارة تبغين تجمين العريس فحى شغلك أنا شغلي في الخريف أني أخليك تنظفين الأرضية فهذا هو التنظيف ويسمح لك أنك أنت تحطين البذرة الصحيحة لكل الأشياء اللي أنت تبغيها أي أن كانت هذه الأشياء اللي أنت تبغيها التنظيف يغير الحياة إلى أي درجة مية وثنين درجة حقيقة مية وثونين أو مية وثونين والله ما عرف ما نشاط لفريريات بس ما يغير يعني تصرين شخص يعني تصرين فقيرة تكونين تغير تصرين يعني مثلا منتهاكة تغفلين تصرين تم تجاوز حدودك تحطين حدودك يعني تغير الأشياء تغير كيف محتاج أن نغف عشان أعد العلاقات الغاطفية والاجتماعية؟ قلبي تانكيو تانكيو على الفراشة غالبا هي قصص من الطفولة يعني قصص علاقات من الطفولة طبعا نبدأ بالعلاقة الأولى وعلاقة الأم يعني وعلاقة الأب وعلاقة الأخوة والأخوات ما كانت القصة مشت بالطريقة السليمة اللي تؤدينا أنه يكون فيه علاقات عاطفية واجتماعية جيدة فمن هناك نبدأ أقترح عليك الوعي القطولي نصحيني بمادة شاملة قصدك شاملة لكل الوعي مثلا ما أعتقد عندي يعني أقول كل القصة كذا يعني الحلقات الأخيرة ثم بدأ كد بقل نون يوم chat ولله مي المشينا الفكره ما كذو الماده؟ الحلقات الأخيرة مسمينه الحلقة الأخيرة من كل شيـ ممكن derecho ممكن أن أقلون الحلقات الأخيرة من الاستراع ممكن أن تبطيق حلقات الأخيرة من الوعد أه بحق حلوه وال subjects تأملون قد حلقات الأخيرة ها ب Cottية مي بشين بس ثلين مش المشكلة في ناس لو عرفوا الحلقة الأخيرة خضت الحلقة الأولى تي ما تبغين هذا الشيء ما تبغين يعني يمكن سماعته أنه في بعض الفلسفات عندهم علوم سرية صح؟ مخبين هكذا وكتب محد يشوفها وتسلسل من شخص لشخص وما عرف إيش وكذا لأنه لو عرفها شخص خرب الحلقات خرب يعني عطوه الحلقة الأخيرة بينما هو عارف الحلقة الثانية يعني لسه يعني تخينك تجيب بيبي الآن لسه قاعد يتعلم يمسك الملعقة فتقولي شوف ترى الحلقة الأخيرة أنت بتموت فأي قولي خلاص مرحة كذا الملعقة عرفت كيف يعني هو طفل وفي مرحلة تعلم أنه هو يمسك الملعقة فتقولي ترى الحلقة الأخيرة أنك بتموت ترى كل المهارات هذه يعني راح تكون يعني في التراب راح تتحلل في التراب كل مهاراتك فأحس أنه بيتلخبط فالحلقة الأخيرة ما تناسب الجميع أعتقد ما تصلح الجميع فأنت لازم كل ناس عندهم حلقتهم فأنت تمشيع حسب الحلقة حرق للمراحل بالضبط مثل اللي يحرق لك المسلسل كده طب ليه؟ ليه ليه يعني تعلمنا ومشترع البطل ليه؟ 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 إحنا كنا قاعدين مستمتعين نشاهد يعني ليه حرقت الموضوع؟ فهذه القصة بالضبط عملت شخص بقصوة وافترقني وعندي تأنيب اعتذري اعتذى إذا أنت قوية وشجاعة فاعتذرين عن خطرك انت مو شجاع انك تستمر في الخطأ مو شجاع انك تستمر في الإذا انت مو شجاع انك تستمر في انتقاص الآخرين التعدي عليهم حتى لو كان في خلاف يوم أيام كان عندك وجهة نظر لكنك تشفت بعد وقت انه انت غلطة اوكي دروب دروب ما تبقى يعني تأذي نفسك دروب قيب وش بعد؟ اشتركوا في القناة 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 فخلينا هي تساعدك في المقارك طيب السؤال الخمف شاري السؤال الخمف شاري أحس عاد في الحلقة الأخيرة لا تصير كنا نعرفين بس ما نعرف عرفتين طيب طيب سلوة تقولي نظر مشاعر لا يبني يعني أنا أقول لك هذا الكتالوج أنه إذا أنت عندك طفل شوفي في السنة كذا سوي لهذا البناء في السنة كذا سوي لهذا البناء في السنة الفلانية سوي لهذا البناء ريم على رقم خدمة العملاء ترجمة نانسي قنقر 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 أو فيه خلني نقول جزء من المشاعر مع التنظيف تتسطح لأنه احنا اشتغلنا عليهم وخليناهم يعقلون خصوصا المشاعر سلبية تتسطح 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 لما ما يكون عندك مشاعر سلبية عميقة لما تكون تمر مرور الكرام وبعدين عاد في حلقة من الحلقات تتحول كلها تكون طاقة لشعور جيد بس إنها وإحنا النظف ما تحسينها بذات العمق اللي كانت موجودة لأنه انتي سطحتينها وحتى قصة المراقبة أنها تحولنا من مستوى المستوى من يعني قد كذا إلى قد كذا إلى قد كذا إلى قد كذا فهذا اللي يصير وأنها مع الوقت يعني يتصور خصوصا إنه ما هو الخوف يتصور أنها تختفي عادي أفهم شخص يقول أنا عندي زيرو خزم أنا عندي زيرو عار أنا عندي زيرو قضب أنا عندي مثلا زيرو كبرية أفهم أفهم هذا شيء بس زيرو خوف يعني هذا هو المستبعد إنه هو الجذب بس عادي إنها تختفي وعادي إنها تصبح أقل وتصبح تتصطح بسبب التنظيف والعبور اللي إحنا نمر فيه طيب يا جماعة توقا love you too حبيب تينتي ما عندي طاقة أكمل تمارين أممم طيب خوذي خوذي تنظيف دائرة المشاعر ما راح تتعبين معها يعني ما هي تقيلة بفطن فخوذي شيء لاواعدة موسيقى ونوسيقى أسهل لك التنفس بعد نفس المشاعر بماطشوله طيب يا جماعة أذكركم دي ما حط نية حط نية خلفية الجوال ولي بغى يحضر المواد هذا الشهر عندنا الوعي الضفولي سواء ديتوكس الموسيقى التحولية التنفس في أربعة مستويات وعندنا تنظيف الاختيارات تنظيف دائرة المشاعر وعندنا أسرار التنظيف خاصة للأرواح المساعدة واللايف كوتش أشوفكم إن شاء الله بكرة اللي ما شاه في الفيلم يشوف الفيلم يا جماعة مو متأكد أني أنا بنقش معكون الفيلم سوري احتمال الفريق يناقشون الفيلم بس شوفوا الفيلم شوفوا الفيلم لسه ما قررت ضروري شوفوا الفيلم لأنه كثير مفيد في الموضوع اللي احنا نتكلم به الفيلم برضو موجود في الموقع في أحداث الشهر وخلفية الجوال والنية كلها موجودة في أحداث أحداث الشهر شكراً اللايكات والقلوب والأسئلة شكراً على الأسئلة شوفكم إن شاء الله بكرة تصبحون علىكم